وطبعا الكتاب المقدس بيذكر بعض البورس في العهد القديم وخليني أستعرضهم بشكل سريع أنا كتبت في العهد القديم على الأقل سبع أشخاص أول واحد صدق أو لا تصدق موسى رجل الله في سفر الخروج إصحاح الرابع والآية ستة سبعة عندما أدخل يده في عبه ثم أخرجها وإذا يده برصاء مثل التلج طبعا هذه كانت آية أو علامة حتى يصدقوه أنه مرسل من عند الرب وهذه العلامة كانت أولا للقيادة الدينيين في شعبه رؤساء طبعا وهذه الآية كانت أمام فرعون من بعد ما العصى عصى موسى التي تحولت إلى أفعى أكلت بقية الأفاعي والعلامة الثانية علامة في الجسد لأن المصريين القدماء كانوا يحبوا الطهارة ومشان هيك حتى لو ما بتشوف الأفلام دايما حلقين وبيهتموا كثير في النظافة والغسلات ولسيما في نهر النيل النهر المقدس بالنسبة للمصريين القدماء فكان أول شخص هو موسى ثم أخت موسى مريم النبي أخت موسى وهارون عندما بالحقيقة تمادت على دعوة موسى ومسحته من الرب فضربت بالبرس ضربة من الله وبقيت خارج المحلة يعني خارج الكامب لمدة سبع أيام في سفر العدد إصحاح 12 وطبعا هون بحذرنا من الكلام على أنبياء الله وعلى القديسين وطبعا هذا أيضا خدام الله شخصية الثالثة في الكتاب المقدس اللي هو نعمان السرياني نعمان كان رئيس الجيش أرام بس كان عنده مشكلة كان مصاب بالبرس وبعدين ذهب إلى نبي الله في إسرائيل النبي أليشع النبي أليشع طلب منه أنه يغتسل في الأردن يغتس سبع مرات في الأردن ولما أطاع طبعا النبي رجع مكتوبه رجع لحمه كلحم صبي صغير وطهر هاي القصة موجودة في ملوك التاني صحة خمسة وطبعا أشار إلها المسيح في لوقا أربعة في مجمع الناصرة ثم الشخصية اللي المفروض يتعلم من النبي أليشع اللي هو جيحزي خادم النبي أليشع جيحزي ضرب بالبرس هو عائلته بسبب طمعه للمال عندما رجع لنعمانه طلب الفلوس ولم يحترم المسحة ولم يكرم رجل الله أليشع فكان نبوة أليشع ضربة بالبرس هو وجميع عائلته الخمسة رقم خمسة الكتاب المقدس بيتكلم في ملوك التاني صحاح ستة عن أربع برس وصحاح سبعة عن أربع برس رجال البرس الأربع وهدول البرس على فكرهم بحسب التقليد اليهودي من عائلة جيحزي يعني الأحفاد بكونوا بتوع جيحزي لأنه كان عندهم السلطة أنه يتكلموا عند باب المدينة يتكلموا للملك فهلاء الأربعة كانوا سبب خلاص لمدينة السامرة بسبب الحصار الشديد اللي حصل على يدي ملك أرام وهذا الحصار الشديد تسبب بمجاعة فضيعة بتضخم مالي كبير حتى الأشياء النجسة صارت تباع بأسعار غالية جدا ولكن بسبب نبوة أليشع النبي أليشع تم طبعا كلام الرب وهرب أرام وطبعا البرس كانوا سبب يعني خلاص للسامرة طبعا أخذوا كل الممتلكات بسبب هروب جيش أرام أيضا أحبائي في الكتاب المقدس منشوف داود لعن بيت يؤاب بيت يؤاب رئيس جيشه اللي هو أيضا يؤاب يعني من عيلة داود النبي داود الملك ليه وضع اللعنة بسبب قتله أبنير أبنير كان رئيس جيش شاول ولكن انضم لجيش داود وأعطاه داود المعاهدة والسلام والصلح ولكن غدروا يؤاب رئيس جيش داود في وقت الصلح وهي طبعا إذا فيه عهد أو فيه صلح بحسب العهد القديم وشخص بينقض هذا الصلح أو هذه المعاهدة كان يعتبر لعني وضربي مشان هيك بسبب قتله لأبنير داود لعند يؤاب وعيلة يؤاب بالبرص يتنبأ عليهم بالبرص والشخصية الأخيرة في العهد القديم هو الملك عزية ملك يهودة وهذا الملك بكل بساطة عندما خان يعني خان الرب دخل إلى بيت الرب يعني إلى الهيكل في مكان مش مفروض يدخله ودخل حتى يوقد على مذبح البخور يعني معاه مبخرة وبدأ يبقر ويقدم البخور على مذبح البخور وطبعا الكهنة كلهم اعترضوا ونتيجة الأمر الرب ضربوا بالبرص لأن هذا فقط هو من اختصاص الكهنة مش مش الملك وطبعا اعترضوا من الهيكل وكان بعزلة إلى يوم ما ماتوا فهؤلاء البرص كانوا في العهد القديم ابقوا معي سأعود لاستكمل حديث عن هذا الأبرص من كلمة الرب اشتركوا في القناة